تلقي المطعوم هو طوق نجاة للسيطرة على أي موجة كورونا قد تأتي تأكيداً على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين الذي بيّن أن الأردن نجح في تحقيق الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن وفتح كامل القطاعات والعودة للتعليم الوجهي مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل وأكد دودين في تصريحات صحفية أن الإقبال على اللقاحات المضادة لكورونا والالتزام بالإجراءات هو الطوق النجاة من هذا الوباء مشيراً إلى أن هذه الموجة في حال قدومها ستكون ذات منحناً مسطح بفضل وعي المواطن وأكد أن إعادة النظر بخطة صيف آمن مرتبط بمحددات عدة أهمها زيادة المطعيم بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة العامة